بسم الله الرحمن الرحيم ازاكم شبابة يا رب تكونوا بخير هنبدأ بازن الله نكمل كورس الهورد بتاعنا هنروح كده نفتح البرنامج اخدنا المرة اللي فاتت اه كملنا قائمة هنبدأ بازن الله النهاردة في القائمة التانية قائمة بس قبل ما ابدأ فيها عايز اعرفك دلوقتي اه دي القائمة الموجودة من فوق عندي اه فاكرين موجودة عندي هنا من فوق الاندو والريدو خلاص اه بعد كده هنا النيو اللي اختصارها كنترول ان لو عايز اعمل ملف جديد الاختصارة اللي هي موجودة في قائمة بفتح ملف جديد من نيو خلاص دي بتوصل لها اسرع كده فتحت ملف جديد اهو عايز افتح واحد تالت بتغطيها ضغطها واحدة ضغط عليها ضغطها واحدة هنا بفتح معي ملف تالت عايز افتح واحد رابع ضغط برضو واحدة كده عندي اربع ملفات خلينا نقفل دول طيب هنا اه بضغط عليها برضو بيفتح لي الملف طيب لو عايز اضيف حاجات تانية اه بضغط على السح مده اضغطها كده اه بيقول لي موجود مسلا اه كويك برينت او اندو او ريدو اه درو تابل دي الحاجات الموجودة عندي لو عايز االغي واحدة منهم يعني مسلا عايز اشيل دي قدام علامة صح يعني ظهرة اضغط عليها كده بتختفي عايز اضغط عليها تتعلم صح بتظهر معي خلاص شباب طيب بعد كده بروح لقائمة اول حاجة موجودة عندي هنا اه كفر بيتش لما بضغط على السهم ده اه دي يعتبر زي غلاف كتاب او غلاف للمجلة او غلاف لبحث ففي صفحات جاهزة هو مقدمها لي انفع اختار منها واعدل عليها براحة خلاص طيب اخترت مسلا الشكل ده خلينا نختار الشكل ده فبينزل الشكل ده يا شباب في اول الصفحة وبيديني هنا بيقول لي type the document title يعني بيقول لي حط العنوان هنا فمسلا هكتب اسمي خلاص هنا مسلا اه document اي تفاصيل داخلية بتكتبها بتكتب اي حاجة مكانها مسلا شوف على حسب الموضوع بتاعك يعني خلاص هنا بيقول لك اه اسم الشركة اه العنوان الرقم التليفون اه الفاكس نومبر يعني بص دي كلها حاجات انت بتكيفها على حسب الموضوع بتاعك خلاص يا شباب هو بس بيدي لك شكل سريع وجاهز كده طيب انا لو عايزة اغاير الكلام ده خلينا اعمل كنترول زت او تراجع لا عايزة اختار صفحة تانية مسلا ييجي اختار الشكل ده فهنا برضو بيقول لي document title العنوان فبقول له ممكن اقول له خلاص هنا بيقول لي subtitle يعني عنوان فارعي اه فبقول له مسلا اي حاجة ممكن اكتب اسمي خلاص هنا برضو بكتب عنوان مختصر عن الموضوع بتاعي اه هنا التاريخ دي حاجات يعني انت بتستخدمها على حسب الموضوع بتاعك خلاص فهده الشكل الاساسي بتاعي بيجيبولي في اول صفحة ومسلا عندي في تاني صفحة بقى ببدأ اكتب الموضوع بتاعي خلاص يا شباب يبقى اول صفحة لcover page في تاني صفحة ببدأ اكتب الموضوع بتاعي طيب خلينا نلغي الكرامنا كله انا عملت شباب عشان نلغي الكلام ده كله عملت كنترول اي اللي هي المفروض من قيمة هوم خلينا نجيبها تاني من قيمة هوم اه سليكت سليكت اول اختصار برضو كنترول ايه ضغطت على المسحة الكلام ده كله زي ما انتفقنا اللي هي دي فول انتر طيب يبقى كده الخلصت معنا طيب انا دلوقتي عندي صفحة واحدة بصي شباب اه اللون الرومودي ده ده خارج الصفحة اللي موجود عندي في الصفحة وهو الجزء الابيض فدلوقتي دي صفحة واحدة بس موجودة معي عايز اعمل صفحة تانية بضغط على بضغط عليها ضغطة واحدة كده بيعمل معها صفحة تانية خلاص يبقى دي صفحة واحد لصفحة رقم اتنين طيب عايز اعمل واحدة تالتة بضغف عليها تاني بيجيب لي صفحة تالتة طيب خلينا نركز كده خلينا نركز على الورد يا شباب هنا على الشمال من تحت ده اسمه يا شباب الستيتيوز بار خلاص طيب ده بيبقى مكتوب في ايه يا شباب مكتوب في اول رقم ده الصفحة اللي انا واقف فيها بيقول لي اوف تالتة يعني عدد الصفحات الكل يعني انا واقف دلوقتي في صفحة رقم تالتة من تلات صفحات من اجمالي عدد تلات صفحات طيب لو طلقت فوق شوية حطيت المؤشر هنا انا كده واقف في صفحة رقم اتنين من التلات صفحات او طلعت فوق شوية تلت المؤشر هنا بيقول لي انت دلوقتي موجود في صفحة رقم واحد من التلات صفحات خلاص يا شباب لان ممكن الصفحات بتاعتي مسلا ما يكونش فيها ترقيم يعني دلوقتي الصفحات دي بتاعتي فاضية صح ممكن ما يكونش فيها ترقيم فانا كنه واقف في صفحة تحت ما عرفش انا في صفحة رقم كامل خلاص طيب لو ضفت صفحة رابعة هتلاقي هنا اتغير عدد الصفحات لاربعة. طيب لو وقفت في صفحة تلاتة هيقول لي برضو تلاتة من اربعة. خلاص شباب? طيب. يبقى انا اللي هستخدمهم هنا الكفر والبلانك. تالت واحدة دي يسيبها دلوقتي مش هنستخدم. بعد كده شباب في حاجة اسمها تيبل. لما بضغط على السهم الصغير اللي تحتها كده شباب. هو معسم لي كده تأسيمة. موجودة عندي. ينفع ارسم فيها جدول سريع. يعني يعني لو عايز ارسم جدول بشكل سريع بستخدمه من هنا. طيب. لما انزل كده شباب بيقول لي واحد في واحد. يعني هو صف واحد وعمود واحد. خلية واحدة. طيب لما اروح هنا. كده عمودين وصف واحد. خلاص? يبقى انا طول ما انا ماشي بالعرض كده بيزود لي عدد الاعمدة لكن انا في نفس الصف. اخر اخر الاعمدة الموجودة عندي عشر اعمدة. خلاص? طيب. لو قلت له مسلا هنا اربع اعمدة ونزلت صف تاني لتحت. يبقى اربع اعمدة وصفين. نزلت تاني اربع اعمدة وتلات صفوف. الجدول ما بيترسمش معي يا شباب. برجع تاني هو ما بيترسمش خلاص? ما بيترسمش معي غير لما اضغط عليه. يعني مسلا خلاص كده اعملت اه تلات صفوف واربع اعمدة بمجرد ما اضغط عليها بيبدأ ترسم معي. خلاص? طيب. خلينا نعمل كنترول زيت. نركز على حاجة تانية. دلوقتي يا شباب اخر حاجة موجودة عندي هنا في القائم قائمة ايه? قائمة فيو. ننغير اللون. اخر حاجة موجودة عندي في القائم هنا قائمة فيو. ركز معا كده لما ارسم الجدول هتلاقي في قائم تانية زهرت. نيجي القائمة انسيرت. نيجي عند التابل وارسم جدول. بلاي يا شباب في قائمة ديزاين والتانية اسمها دول تابع ايه بقى? هتلاقي في علامة منفوع كده. يعني الادوات دي تابع التابل. خلاص? خليني اضغط. عايز امسح الجدول ده. كل ما اقف هنا هلاقي في مؤشر بتاع الجدول كله. بضغط عليه. واضغط على باك سبيس. بيمسح معي الجدول. طيب نروح لانسيرت تاني. نجيب التابل تاني. اخر حاجة موجودة عندي يا شباب قلتلك تمن صفوف. كم عمود عشر اعمدة? طيب. انا دل بقت لو عايز اعمل عدد صفوف اكبر او عدد اعمدة اكبر ده اقصى حد موجودة عندي في الرسمة دي. خلاص? لو عايز عدد اكبر بروح لانسيرت تابل. بضغط عليها ضغطة. واختار مسلا عدد الصفوف اللي انا عايزه. اه الكولوم دي عدد الاعمدة. فبقول له مسلا خمستاشر. والرو هي عدد الصفوف. بقول له برضو مسلا خمستاشر. واضغط اوكي. فبنزل لي خمستاشر صف. في خمستاشر عمود. خلاص شاب? يبقى كده. خمستاشر صف. في خمستاشر عمود موجودين عندي. خلينا برضو نمسح الجدول ده. ونعمل الواحد كده بسيط. وليكن مسلا اربع اعمدة وخمس صفوف. تمام يا شباب? نروح بعد كده لقايمة عشان نبدأ نعدل على الجدول بتاعنا. بس قبل ما ارسم في الجدول انا دلوقتي عايز اكتب الجدول عربي. لو رحت لقايمة هلاقي ان انا مختار اتجاه الصفحة بتاعي من يعني مش مال لي لي. طيب انا عايز اكتب عربي. يبقى بعد اذنك نمسح الجدول ده. ونروح الاول نحدد اتجاه الصفحة من اليمين للشباب. خلاص? بعد كده نروح لانسيرت. بعد كده بقول له نزل لي اربع اعمدة وخمس صفوف. هلاقي اتجاه الجدول جمعية من اليمين يا شباب للشباب. خلاص? طيب. في اول خانة هنا مثلا هكتب المسلسل. بعد كده الاسم. بعد كده الكلية. وفي رابع خانة او في رابع عمود. خلاص يا شباب. هنا بقى خلينا نكبر الصفحة شوية. اهو. ان انا بقى اكبر الصفحة يا شباب واصغرها. دي بضغط على زرار الكنترول. وافضل ضغط عليه. وبحرك البكرة بتاعة الماوس. اكبر. واصغر. اكبر واصغر. بس وانا ضغط على ماسيبش الكنترول. بعد اما اكبر خلاص كبرت اسيب الكنترول عادي. عايز اصغر تاني اضغط على كنترول. وابدأ بالبكرة كده اصغر. خلاص? طيب. نيجي هنا دلوقتي يا شباب في خانة المسلسل دي بكتب الارقام بتاعتي. واحد. وينفع اتحرك في الجدول بالاسهم. ان انا انزل تحت واطلع فوق. يمين وشمال. الاسهم دي يا شباب موجودة في الكيبورد عندي. لنا نروح للكيبورد. الاسهم دي يا شباب. خلاص? اطلع فوق او انزل تحت او يمين او شمال. طيب. فكتبت هنا واحد وانزل تحت اتنين تلاتة اربعة. خلاص? هل دلوقتي يا شباب خانة المسلسلين فهتبقى عريضة قوي كده والاسم صغير والكلية والسيكشن. لأ انا عايز اصغر الخانة دي على قد الرقم. فباجي هنا بين الجدول بين المسلسل وبين الاسم. واقف على الخط ده. هتلاقي شكل المؤشر بتاعي اختلف. خلاص? اكبر اوه. لما افعل خط ده شباب شكل المؤشر بتاعي بيختلف. فببدأ اسحب الخط ده لغاية ما ييجي اد المسلسل. خلاص? هلاقي خانة الاسم كبرت معي. بيت كويسة. والكلية والسيكشن. طيب. انا دلوقتي لو عايز اخلي الاسم ده في نص الخانة دي. والكلية في النص اوسطا الكلام يا. فبحدد الجدول كله. وباجي هنا في قائمة واختار اللي في النص. اي واحدة من دول شباب اللي فوق بعض دول في النص اختارها بوسطا الكلام معي. طيب نرجع تاني لقائمة بلاقي يا شباب هنا حاجة اسمها خلاص? اي يا شباب انا بقف عليه بيتطبق على الجدول. بضغط عليه ضغطة كده بيتطبق على الجدول. فدي جهزة انفع تختار منها اللي انت عايزه. خلاص? انزل بالسهم كده الاقي في حاجات تانية. شوف يا شباب الشكل المناسب معك واللي انت عايزه. خلاص? طيب. خليني اعمل اندو او اعمل تراجع كنترول زيت. الكيبورد برضو كنترول زيت. ارجع للشكل الطبيعي بتاعي. طيب دي يا شباب جهزة. طيب انا لو عايز اعمل بتاعي انا المخصص لي انا. فباجي هنا. بحدد الجدول ده. او بحدد مسلا الهدر ده اللي هو اللي فيه العنوين بتاعتي. وباجي هنا جنب الستيلات اللي جهزة دي. في حاجة اسمها شيدنج. بضغط عليها. ده بيعمل لي لون في الجزء اللي انا محدده. خلاص? بيعمل لي لون خلفية في الجزء اللي انا محدده. فبا اختار مسلا وليكن اللون ده. وبرضو باجي عند الترقيم هنا. واختار برضو نفس اللون. بصوا شباب انا لما ضغطت اول مرة على اللون. فخلاص هو بي متحدد معي. فينفع ان انا اروح واختار نفس اللون. او ان انا بي متحدد معي اضغط ضغطه بس على علامة دي. ما ضغطش على السهم يعني. فبينزل معي اللون. خلاص? يبقى ممكن اضغط على السهم. هتلاقي في مربع صغير كده احمر متعلم على اللون اختاره. يا اما لو انا اخترت اللون وعايز نفس اللون. بضغط عليها بس ضغطة واحدة. خلاصوا شباب? طيب. البردرز دي سيبها مش هنستخدمها دلوقتي. آآ عايزين بس نكبر حجم الخط شوية. فبحدد الجدول كله. بروح لقايمة وبروح هنا. اكبر الخط شوية. خليه مسلا تمنتاشر. وخليه تمام شباب? شكل الجدول بدأ يتزبط معي. طيب. عايز اعمل بقى حدود للجدول. خلي بالك دلوقتي يظاهر معي قايمة ويلاقي انا لو ضغطت دلوقتي في مكان فادي برا الجدول هيختفه. طيب. عايز ازهرهم تاني بمجرد ما بقى في اي مكان في الجدول القايم دي بتظهر معي دي. بروح لمكان فادي بيختفه اوف في الجدول القايم بتظهر معي دي. فبروح لقايمة ديزاين. آآ في حاجة اسمها على الجنب هنا. اول حاجة باستخدمها شباب. شكل الخط بتاعي اللي انا بارسم به. قلنا عايزين نرسم حدود فبختار شكل الخط خلاص? انا مسلا اختار شكل الخط ده. وبعد كده بروح بختار سمك الخط. بعد كده لون الخط انا عايزه اسود ما فيش مشكلة. بعد كده شباب لما جارسم بقف سن الالم ده بيقف على اول الخط. بعد كده بص هتلاقي بامشي على الخط بالزبط شباب ما طلعش فوق. بص لو طلعت فوق وسبت كده بيرسم لك مكان غلط. لا انا بعمل كنترول زيت. وخليني امشي على الخط بتاعي مزبوط. هتلاقي فيه جزء كده متلون او بايت ظهر معاك. انت كده ماشي صح على الرسم بتاعك. لغاية ما اوصل لاخر جزء عندي. بعد كده اسيب الماوس. يبقى انا بضغط ومش بسيب الماوس غير لما ابدأ ارسم الشكل كل. نفس النظام هضغط هنا وخليني ضغط. لغاية ما اوصل للاخر بعد كده اسيب الماوس. نفس النظام تحت هضغط. طيب. لو انت وصلت الهنا مسلا وليت معاك الشكل ده. ما تسيبش الماوس. لغاية ما ترجع تقاني توقف على الخط. بعد كده تسيب ايه ده. خلاص? طيب رسمت الحدود كلها كده. وارسم الحدود الداخلية دي مسلا للجزء ده. طيب انا هنا اكتشفت ان انا رسمت غلط. بالبداية يعني تلاتة فوق شوية. خلينا اعمل كنترول زيت. وامشي على الخط مزبوط. خلاص يا شاب. كده الشكل بقي بتاعي مزبوط. طيب اروح مسلا اختار خط صغير شوية. اعمل بيه الحدود الداخلية. وليكن كده مسلا. خلاص? دول خطين جانب بعض. شكلهم برضو مناسب. اهو. يبقى انا يا شباب كده اخدت ان انا اعمل انسيرت لتابل خلاص? اخدت ان انا اعمل انسيرت لتابل. بعد كده في اعمل اعمل الجاهز او ان انا اعمل الخاص بيه. بعد كده ان انا اعمل اه الحدود بتاعتي واختار شكل الخط اللي انا عايزه وحجم الخط ولون الخط اللي انا عايزه. نجرب مسلا نرسم باللون الاخضر اهو. فبختار شكل خط. خليكن مسلا ده. خلاص? ببدأ ارسم الحد بتاعي هنا. بلاقي ان الشكل بتاعي ترسم بالشكل ده. خلاص? خلينا بس اعمل كنترول زيت. عشان يرجع الشكل بتاعي كويس تاني. طيب. انا دلوقتي مسلا بختار علامة الرسم. فبلاقي الالم ده ظهر معي. طيب خلاص بقى انا عايز اكتب. يعني لو ضغطت هنا انا عايز اكتب يا شباب. بضغط على بضغط على هلاقي الشكل ده او الالم ده اختفى معي. طيب يا شباب بجيبها منين? الكيبورد اهو. موجود عندي الزرار ده يا شباب. خلاص? خلينا نرجع ثاني للورد. طيب. انا بعد ما عملت الجدول خلينا نبص على قائمة لو عايز اساوي الخانة بتاعت الاسم والكلية والسكشن عايز اخليهم متساوين مع بعض. في حاجة بس هناخدها. بحدد التلات خانات دول. خلاص? وبعمل حاجة اسمها يعني بوزع المسافة على عدد الاعمدة. خلاص? لما بعمل كده بخلي يا شباب التلات خانات دول مساويين لبعض. التلات خانات مساويين لبعض. خلينا اعمل لان انا عايز خانة الاسم اكبر شوية. نيجي برضو ناخد حاجة تانية. انا دلوقتي مسلا عندي دول اربع صفوف وانا عايز اخليهم خمسة. عايز اضيف صف جديد. فباجي هنا يا شباب لما اجي اعمل صف او عمود انا عندي اربع خيارات. خلاص? انا دلوقتي واقف في خانة. خلينا نجي نرسم. ناخد اللون الاصفر. انا دلوقتي واقف في الخانة دي يا شباب. خلاص? واقف في الخانة دي. الخانة دي تبع الصف التالت. وتبع العمود التاني. يعني الخانة دي تبع صف وتبع عمود. فبالتالي لها اربع خيارات موجودة عندي. انا او موجود فيها ينفع ان انا اضيف صف فوق او صف تحت. وينفع ان انا اضيف عمود شمال او عمود يمين. طيب نجي ننفذ الكلام ده شباب كده عشان نتأكد منه. او عشان نفهم بشكل اوضح. انا دلوقتي باعف في الخانة دي. بحط المؤشر في الخانة دي. بعمل كليك يمين. بيجي عندي خلاص? عندي يعني بحط اللي خليني نجربهم. بحط اللي عمود على الشماء. خلاص شباب? يبقى انا كنت في الخانة دي. ده بالنسبة لي عمود واحد. فلما بقوله انسرت كولوم تو ليفت. حط اللي عمود على الشماء. طيب لما قف نفس الخانة. بقوله كليك يمين انسرت انسرت كولوم تو رايت. بحط اللي عمود على اليمين. خلاص? طيب. خلاننا نرجع كده كنترول زيت. كنترول زيت تاني. يبقى انا ينفع اضيف عمود على اليمين او اضيف عمود على الشماء. بالنسبة للخانة الواحدة. طيب. لما اجي برضو كده كليك يمين. وعمل insert وبقوله insert row above بضغط عليها فبيحط لي صف فوقيها خلاص ببقى في الخانة رقم تلاتة تاني او في الصف التالت ده click mean وinsert بقوله insert row below فبيحط لي صف تاني تحته خلاص يا شباب يبقى انا انفع اضيف عمود على اليمين او اضيف عمود على الشمال او ان انا اضيف صف فوق او صف تحت خلينا اعمل control z وارجع تاني طيب بالنسبة لدلوقتي يا شباب انا لو عندي البيانات بتاعت دي خلينا اكتب اي بيانات خلاص عايز امسح البيانات دي يا شباب بحددها كده اه احنا قلنا المسح العادي بضغط على backspace بيمسح صح لا للوقتي انا لو عايز امسح البيانات اللي جوه الجدول بضغط على delete يعني بحدد بضغط على delete خلاص لان انا لو عملت لو حددت مسلا كده خليني اكتب اي بيانات هنا مسلا واكتب بيانات هنا خلاص انا لو حددت العمود ده وضغطت على backspace علشان امسح الكلام هلاقي ان هو مسح لي العمود بالكامل خلاص control z اهو لما بضغط على backspace بيمسح العمود بالكامل يبقى انا لو عايز امسح الكلام بس بضغط على delete يا شباب خلاص طيب ولو عايز امسح صف لو عايز امسح الكلام ده من صف بضغط على delete لكن لو عايز امسح الصف ده بالكامل رقم تلاتة ده بالكامل بحدده كده وبضغط على backspace ففي الصف يا شباب بيطلع لي رسالة عايز يأكد علي ان انا عايز امسح الصف بالكامل فبختار الثالث واحدة اللي هي بقوله delete entire row وبقوله اوكي فبيمسح معي الصف بالكامل يبقى لو عايز امسح بيانات بضغط بحدد واضغط delete لو عايز امسح صف كامل او همود كامل بحدد وبدغط على backspace خليني نمسح دول كده ونيجي دلوقتي نعمل الدمج في حاجة اسمها دمج الخلايا يا شباب خليني بس ازود طيب صف تاني في اخر الجدول لازم اكون واقف في اخر الجدول شباب في طريقة تاني ان انا ازود بها صف في اخر الجدول بضغط على tab لو فاكرينها في الكيبورد احيي التاب دي لما بكون في اخر خلية في الجدول وبضغط على التاب يا شباب بيزود معي خلاص دلوقتي انا بقيت في اول صف في اول خلية في اخر صف بضغط على tab بيروح للي بعدها اضغط على tab بروح للي بعدها اضغط على tab بروح للي بعدها دلوقتي بقيت في اخر خلية لما اضغط tab بيزود واحدة خلاص? فلو عايز ازود اكتر من واحدة بافضل ضغط على التاب كده لغاية بما يزود معي عدد الصفوف. خلاص يا شباب? كل ما اضغط على تاب اوه انا ادهيس على التاب اكتر من مرة. فبيبدأ يزود الصفوف معي. خلينا اعمل تراجع. نرجع تاني للدمج. انا دلوقتي دول خليهم اربعة برضو نزود واحدة. خلي دي تلاتة. خلي دي رقم اربعة. دلوقتي يا شباب افترضنا ان انا موجود في مصنع. او في اي شركة. موجود عندي عدد العمال. وعدد العمال دول كل واحد منهم بيشتغل عدد ساعات معين. فايا كان اسمه مثلا كزا بيشتغل اتعشر ساعات. وخمستاشر دقيقة والتاني بيشتغل ثمان ساعات. وتلاتين دقيقة. والتالت بيشتغل تسع ساعات. وخمستاشر دقيقة. والرابع بيشتغل سبع ساعات وخمسين دي خلاص. ديها شباب اسمها عدد الساعات او ساعات العمل خلاص? فانا لو جيت كتبت هنا ساعات العمل. بتبقى موجودة في الخانة دي. طب هل هينفع ساعات العمل تبقى موجودة ودي فاضية. يعني تبقى موجودة في الخانة والخانة التانية فاضية فما انفعش صح? فخليني اعمل كده. احدد الخانتين دول على بعض. بعد كده كليك يمين في اي مكان. بوسط الخنتين يعني. وبختار حاجة اسمها مير سيلز. بضغط عليها ضغطة. فبيضم اللي الخنتين دول على بعض يا شباب. خلاص? بضم الخنتين على بعض. ارجع تاني كنترول زي ده اهو. لو عايز اعملها تاني. قلت بحدد الخنتين دول اللي عايز اعمل لهم دمج. كليك يمين. واعمل مير سيلز. خلاص? طيب. لو انا عايز اعمل دمج يا شباب لاي مكان. اه يعني شوف على حسب شغلك. خلينا مثلا نزود كم صف تاني. عايز اعمل دمج للخليتين دول. بحددهم كليك يمين وبقول له مير سيلز. عايز اعمل دمج للاربع خلايا دول. بحددهم كده وكليك يمين وبقول له برضو مير سيلز. عايز اعمل دمج دول. يبقى يا شباب على حسب شغلك في الجدول انت بتحدد الخلايا وبتعمل لها دمج. يبقى احنا كده اه في قائمة اخدنا الكوفر بيتش والبلانت بيتش. اخدنا التابل. في التابل عرفنا ازاي نعمل انسيرت التابل. وان احنا اه نلون جزء منه ونكبر حجم الخط ونوصلن الكلام. وان انا اضيف صف او عمود. فوق او تحت او الشمال اليومين. وان انا اه امسح الكلام. وان انا امسح الصف والعمود. وان انا اعمل دمج بين الخلايا. خلاص يا شباب? نقف لغاية هنا في قائمة بازن الله. وانكمل معكم الدرس الجاي.